أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بدروس سانشيز وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة وخلال اتصال هاتفي شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية خاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني من الأزمة الراهنة مشيدا بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة في هذا السياق تم تأكيد خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة